بالنسبة لحركة الترجمة مثلاً أو لو هنتكلم بقى على الجوانب المفروض نشير إليها كمترجمين نجد أن المترجم أو الترجمة لا تشهد الاحتفاء اللائق بيها كعملية إبداعية نشير هنا إلى مثلاً أجر المترجم أو الاحتفاء بالمترجم كشخص مبدع مش مجرد ناقل لفكرة ترجم هي عملية إبداعية في الأساس المترجم لا يشعر أبداً بعد ترجمة النص أنه نقل فكرة من لغة إلى لغة وإنما يشعر أن النص أصبح ملكية خاصة لي وده شعور أنا شخصياً أحس بي لكن تجد من ناحية الإبداعية كعمل إبداعي المترجم لا يحصل على حقه من التقدير المادي أو المعنوي من التقدير المادي لو بصينا على الأجور سنجد أن المهنة أجورها ليس على ما يرام مقارنة بدول تانية أو بالخارج لو بصينا على التقدير المعنوي يكفي أن أشير إلى شيخ المترجمين الأستاذ محمد عناني الله يرحمه توفى من حوالي من بضعة أشهر من فترة بسيطة جداً وهو أغنى من التعريف لكن ما كانش فيه أي احتفاء يليك بهذا الشخص أو يليك بهذا الحدث أن نبرز حالة هذا الشخص المبدع على المستويين العالمي أو المحلي والعالمي طبعاً أستاذ محمد الله يرحمه أكبر من أن أعرف به لكن يكفي أن أشير هنا إلى أن الكتب المترجمة بتاعته هي تعتبر أبجدية لكل دارس في مجال الترجمة أو لكل من يتعامل مع مجال الترجمة لو بصينا طبعاً على أعماله الأدبية هو ترجم درر أدبية روائع أدب العالمي زي الملك لير ورومي وجوليت وهنر الثامن وغيرها من الأعمال التي تعتبر من روائع التراث العالمي وحتى بتلمس المستوى العام للشعب يعني ناس كتير جداً تعرف هذه الترجمات وتتعامل معها بشكل كبير